عمليات الدفاع والتصدي للقوات الصهيونية الغازية التي تتوغل في مدينة غزة من عدة محاور وتستمر في التوغل في غرب بيت لاهية وفي بيت حانون شمال قطاع غزة حيث تمكن مجاهدونا حزب الله أحيا يوم الشهيد بفعالية تكريمية في ساحة القدس في صيدة أبو عبيدة بإمكاننا الإفراج عن خمسين رهينة مقابل هدنة مدتها خمسة أيام السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة حزب الله أحيا يوم الشهيد بفعالية تكريمية في ساحة القدس في صيدة إحياء اليوم الشهيد حزب الله وتمجيدا للشهداء واستنكارا للمجازر الوحشية بحق أهلنا في غزة ودعما للمقاومات الفلسطينية الباسلة أقام حزب الله فعالية تكريمية للشهداء تحت عنوان إحياء على طريق القدس عند نصب ساحة القدس في مدينة صيدة شارك فيها ممثلين عن القوى والأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية ولفيف من العلماء وشخصيات سياسية واجتماعية وأهلية من صيدة والجوار بدأت مرسم الفاعلية بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ونشيد حزب الله ومن ثم أداء القسم ورفع راية فلسطين على مجسم القدس وتحدث في الفاعلية رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وعضو كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس تكتل بعلبك النائب دكتور حسين الحج حسن الذي قال يأتي يوم الشهيد هذا العام ونحن في قلب طفان الأقصى وفي قلب المعركة والدفاع عن فلسطين وغزة والضفة يأتي يوم الشهيد وقوافل الشهداء وتقديم القربين من أجل فلسطين والقدس طفان الأقصى سيحفر طويلا في ذاكرة العدو هزيمة استراتيجية مدوية على جميع السعود حتى زوال الكيان كما سيحفر طفان الأقصى في ذاكرة الأمة يوم انتصار مجيد عظيم على العدو سيحفر هذا اليوم في ذاكرة التاريخ أن المستكبر الأمريكي الشيطان الأكبر أن هذا العدو ليس الشريك فحزب فيما يجري في فلسطين وإنما هو المدبر والمقرر والممول والمسلح والمنفذ والشريك في كل قطرة دم وجرح كل جريح وعذاب كل أسير ويتمي كل يتيم النائب الحج حسن نادد بصمت الدور العربية والإسلامية التي تناصر غزة بالبيانات الفارغة والمساعدات الهزيلة داعيا المثقفين في الأنظمة العربية إلى إعلاء الصوت وفتح جرائم العدو ليس في وجه إسرائيل فقط وإنما في وجه المعتد الأمريكي الداعم ومعه كل الدول الغربية والأوروبية والعربية الشريكة فيما يجري في فلسطين نائبة أيرلندية تزلزل البرلمان الأوروبي دفاعاً عن غزة فعلت ما لم يفعله المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة الشخصية الأشهر حلام في العالم وفي أعلى قائمة المطلوبين في إسرائيل نظراً لاعتباره قائد الحرب النفسية والإعلامية لحماس ويسمى بأبي عبيدة تيمناً بالصحابي فتح القدس أبي عبيدة بن الجراح في عدل خليفة عمر بن الخطاب المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة لا أحد يعرف اسمه الحقيقي ولا ملامحه أو شكله مجرد شخص ملثم لا تظهر منه إلا عيناه بالإضافة إلى الغموض في شخصيته حيث أن معلوماته الشخصية شبه من عدمه وكان أول ظهور المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في عام 2006 عندما أعلن خبر أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت وفي تصريحات سابقة لقيادات في حماس أشارت إلى أن أبو عبيدة لا يعرفه إلا القليل كما أنه لم يظهر بشكله الحقيقي في أي وسيلة إعلامية سبب نجاح المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة من أسباب نجاح أبو عبيدة في خطاباته أنه ملثم ويخفي تفاصيل وجهه وهذا يعد تحدياً لكل من يدرسون في نون الإلقاء فعادة ما تكون ملامح المؤدي مرئية وتقرأ الإشارات الواضحة التي يقدمها الوجهة ويعتبر الهدف من ذلك هو جعل المتلقي يركز على الفكرة المقدمة ومنع تشتت الاهتمام الشخصي وبذلك يتم تزويد الفكرة بقيمة أكبر وزيادة التركيز المتلقي عليها السلام عليكم لطفاً قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلي زر الجرس تدمير كتيبة دبابات أبو عبيدة غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال أعلنت كتائب عز الدين القسام الجنح العسكري لحركة حماس مساء الخميس أن غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال مؤكدة أن الجنود الإسرائيليين سيخرجون في أكياس سوداء وقال أبو عبيدة ناطق باسم الكتائب في تسجيل صوتي سنجعل غزة لعنة التاريخ على إسرائيل موضحاً أن على الإسرائيليين توقع المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء وفي اليوم السابع والعشرين لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام عن تمكن مجاهد القسام في 48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات للاحتلال وقتل وإصابة عدد كبير من جنوده وأفاد أبو عبيدة بأن المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور القتال في غزة كما أشار إلى أن قوات النغبة في كتائب القسام تلتف خلف خطوط العدو والإغارة على تجمعات الجنود ومهاجمتهم من نقطة الصفر فيما السلاح المدفعية يواصل دك حشود العدو بقذائف الهون وأكد الناتق باسم كتائب القسام أنهم نفذوا هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة ودمرت خلالها ست دبابات وناقلتي جند أبو عبيدة بإمكاننا الإفراج عن خمسين رهينة مقابل هدنة مدتها خمسة أيام أعلن أبو عبيدة الناتق باسم كتائب القسام الضراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أن الاحتلال طلب الإفراج عن مائة امرأة وطفل من محتجزي في غزة وأخبرنا الوسطاء بأن بإمكاننا هدنة مدتها خمسة أيام أن نفرج عن خمسين وقال أبو عبيدة في بيان الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل وأضاف أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية وتابع الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها أبو عبيدة أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على المقاومة محاولة للهروب من الهزيمة المدوية والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أوني حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات من هو؟ أبو عبيدة الحقيقي لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر